ثالثا في الحديث عن عملية لجيش الاحتلال في رفح في ظل حرب الإبادة الجماعية والمجازر النازية التي يرتكبها الاحتلال النازي لليوم المائة وتسعة وعشرين يطلب نتنياهو المجرم الفاشل إعادة تعبئة جنود الاحتياط من أجل استعداد للعملية البرية في رفح ويردد أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب إلا بالقضاء على حماس كما قال وأشار بالقضاء على أربع كتائب لحماس في رفح يبدو أن هذا المجرم النازي مستمر في سياسة الهروب من الواقع والكذب على جمهوره فيتحدث وكأن جيشه المهزوم المكسور قد نجح في تفكيك المقاومة في باقي مناطق قطاع غزة فيما الحقيقة التي يشاهدها العالم أجمع أنه لا يزال عالقا في شوارع خان يونس ينزف يوميا قتلى وجرحى ويسحب آليات مدمرة بفعل ضربات البواسل من كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل المقاومة الذين يطبقون الآن على وحدات جيشه في مناطق جنوب مدينة غزة في تل الهوى والصناعة والجامعات وغيرها إنما يروج له المجرم نتنياهو أن جيشه ذاهب إلى رفح لتفكيك كتائب حماس العسكرية هناك هو كذب على جمهوره فتجربة جيش الاحتلال الفاشلة في محافظتي غزة والشمال وتراجعه أمام ضربات المقاومة المستمرة حتى اللحظة في استهداف جيش الاحتلال في كل غزة وما يقوله رئيس أركان جيش العدو عن تعقيد معركة خان يونس وما يواجهه جيشه من تحديات في هذه المعركة كل ذلك يؤكد أن المقاومة في جميع المناطق التي تحرك فيها جيش الاحتلال لا تزال قائمة وفعالة وتقوم بدورها إن أي هجوم من جيش الاحتلال النازية على مدينة رفح إنما هو إمعان في حرب الإبادة الجماعية وتوسيع لمساحة المجازر التي يرتكبها ضد شعبنا نظرا للأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه المدينة بسبب تكدس قرابة المليون واربعمائة ألف نازح إليها وتحول شوارعها إلى مخيمات للنازحين يعيشون في ظروف غير عادية في الصعوبة والقسوة نتيجة افتقارهم لأدنى مقومات الحياة ويعد هذا الأمر استمرارا في حرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري التي يشنها الاحتلال ضد أبناء شعبنا إن هذه الخطوة الإجرامية لن تكون مدفوعة إلا بغايات نتنياهو الشخصية التي يسعى من خلالها إلى النجاة بنفسه والهروب من استحقاقات أي وقف للعدوان عبر الإيغال أكثر وأكثر في دماء المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني إن حكومة نتنياهو الإرهابية وجيشه النازية تضرب بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت قبل أسبوعين وأقر التدابير عاجلة تتضمن وقف أي خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة جماعية ويؤكد أن سلوك حكومة الاحتلال تتوفر فيه النية المسبقة والقصد المتعمد في ارتكاب جريمة إبادة جماعية ترجمة نانسي قنقر